بيبدأ الفيلم بواحد اسمه محمد وهو فرح اخوه في موريتانيا ومحمد بيكون مسلم اتربى في عائلة فقيرة في موريتانيا مع باقي اطفال عائلته وعلى عكس الاطفال اللي في سن محمد كان زكي جدا ومتفوق في دراسته فجات له بعثة لدراسة الهندسة في المانيا سنة 1988 هو سافر في وقتها الالمانيا وهناك بدأ محمد يتعرف على الثقافات المختلفة ويعيش بامام بعيد عن الخوف اللي كان بيعيش فيه في موريتانيا واتجاوز واحدة مسلمة في المانيا ولكنه ما انجبش منها وبعد كم سنة رجع محمد لموريتانيا مرة تانية عشان يساعد محفوظ ابن عمه ومحفوظ ده بيكون واحد من المساعدين لبلادن وشخصية مهمة جدا في تنظيم القاعدة وهو اللي خلى محمد يشارك في القاعدة ويتضرب معهم لمدة سنتين ومن وقتها ومحمد بيتعرض لمضايقات من الشرطة في موريتانيا لان هو متهم بالمشاركة في احداث ستمبر واللي اتدمر فيها بورجين التجارة في نيويورك وعلى الرغم من ان هو بريء الا ان الشرطة لسه بترضه عشان تعتقله وبنرجع لفرح اخو محمد مرة تانية وبالله العيلة كلها متجمعين واسناء الفرح بتيجي الشرطة عشان تعتقل محمد لانهم اعرفوا ان في حد تصل عليه من تليفون باللادن ومن وقتها هو محمد معتقل وبعد ثلاث سنين من وجود محمد في المعتقل بيوصل لملف بتاعه لنانسي ونانسي بتكون محامية بتدفع عن حقوق الانسان فبتقرر ان هي تدفع عن محمد لان هو معتقل من غير تهم واضحة وكمان اهله مش قادرين يوصلوله لان هو من وقت ما اتقبض عليه وهو في المعتقل وبيتنقل من بلد لبلد فبتروح نانسي الكوبا عشان تزور المعتقل اللي في محمد وتتعرف عليه وبيكون معاها محامية تانية اسمها تيري وهي اللي هتساعدها في القضية ولما بيوصلوا للمعتقل بيلاقوا ان القواعد بتاعته سارمة جدا انهم يتبعوا القواعد عشان ما يترضوش فبيدخلوا يقابلوا محمد وبيتكلموا معاه عن القضية بتاعته فبتقول له نانسي انهم عايزين يساعدوه ومش عايزين يحققوا معاه وبيطلبوا منه كل المعلومات اللي ممكن تساعدهم لكن هو مش بيقولهم على اي حاجة لان مقابلتهم بتكون مترقبة بالكاميرات وده بيخل محمد خايف يتكلم خصوصا بعد التعذيب اللي تعرض ليه السنين اللي فاتت فبيتفقوا ان محمد هيكتب لهم كل اللي هو عايز يكتبه في ورق ويبعت الورق ده مع الحراس وبيمضلها على التوكيل عشان تتفع عنه وتبقى المحمية بتاعته وبيطلب منها تتصل بامه عشان تطمن عليها وكمان تقول له ان هو بريء ولما بيرجع لزنزانته مرة تانية بيكتب لها في الورق كل حاجة حصلت معاه من اول ما تقبض عليه فبيقول لها ان هو اتنقل كذا معتقل قبل ما يوصل لكوبا وتعرض لتعذيب واستجواب كل يوم 18 ساعة لمدة 3 سنين كاملين من غير حتى ما يعرف ايه التهمة اللي هو عملها ولكن فيه مرة قال له الزابط ان هو متهم بمساعدة باللادن لان في مرة اتصل بيه باللادن من التليفون بتاعه لكن محمد بيقول ان هو اللي اتصل بيه محفوظ مش باللادن وكان بيتطمن علي ابوه عشان تعبان وبيبعت له فلوس المستشفى عشان ابوه مريض لكن الشرطة مش بتصدقه وبيفضل معتقل وبيتعذب واسماء مدة اعتقاله وبيتعرف على شخص في المعتقل اسمه احمد جابر وبيتعرف على بعضه وبيلعبه مع بعض الكرة في المعتقل وبيعرف محمد كل حاجة عن صاحبه الجديد احمد وبيبدأ يتعود على وجوده لكنه بعد فترة بيختفي بدون سبب وبيعرف محمد من الشرطة ان احمد شنق نفسه لكنه مش مصدق الشرطة فبيطلب من نانسي ان هي تساعده ان هو يلاقي صاحبه وبيبعت لها الورق ده وتاني يوم بتسافر نانسي لمدينة تانية عشان تشوف التحقيقات بتاع محمد وتستلم الورق اللي هو بعته وهناك بتقول لتيري ان الحكومة هترفض تساعدهم في القضية دي وهيعتمدوا على كلام محمد فبتستخدم نانسي علاقتها عشان تسأل عن احمد اللي كان مع محمد في المعتقل وبتعرف ان ما فيش حد بالاسم ده كان معتقل فبتروح مرة تانية تزور محمد وبتطلب منه ان هو يكتب كل اللي يعرفه عن احمد وبتقوله ان هي اتصل بامه وتمنتها عليه وهي مستنية تشوفه وبتمضيه على توكيل عشان ترفع قضية على امريكا والرئيس الامريكي لان محمد معتقل من غير تهمة وفي الوقت ده بتعين الحكومة المحقق ستيورد عشان يترفع ضد محمد وبيضغطوا عليه لان صاحبه تايلور كان موجود على طيارة من اللي انفجره في احداث سبتمبر وستيورد هيترفع ضد محمد عشان ينتقم لصاحبه ومن تاني يوم بيبدأ ستيورد يحقق في القضية هو والمساعدين بتوعه وبيعرف من المساعد بتاعه ان نانسي هي اللي هتدفع عن محمد فبيطلب ورع التحقيقات اللي حصلت مع محمد في المعتقل ولما بتوصله بيلاقيها من غير تاريخ او اي بيانات وده بيخليها معلومات ملهاش قيمة ومش هتفيده في القضية فبيروح لصاحبه نيل اللي كان مشرف على التحقيق مع محمد وبيسأله عن التحقيقات فبيقوله نيل ان ده مرخص التحقيق لكن التحقيقات اللي كاملة مع الحكومة ومش هيقدر يوصل لها الا في حالة لو طلبها من رئيس المعتقل نفسه فبيقرر ستيورد ان هو يسافر لكوبا عشان يجيب التحقيقات وهناك بيقابل نانسي فبيعرف على نفسه وبيقولها ان هو المحاقق اللي هيترفع قدامها في المحكمة وبيطلب منها يقاضوا مع بعض عشان يتكلموا وفي الاسناء دي بيحاول كل واحد منهم يوقع التاني بالكلام لكنهم مش بيوصلوا لحاجة فبيوضعوا بعضه وبيكمل كل واحد فيهم طريقه وبيروح استيورد المعتقل وبيتفرج على زنزانة اللي كان فيها محمد وبيلاحظ ان درجة الحرارة قليلة جدا وفيه قيود متعلقة على الحيطة فبيفهم ان المعتقلين بيتعرضوا لتعذيب شديد في المعتقل ده وبيشك ان امريكا بانت السجن ده بعيد عن الناس عشان محدش يعرف طريقة التعامل السيئة دي وعشان كده كل اللي بيطلع من المعتقل ده بيتم اعدامه وبيتخلصوا منه وبعدها بيطلع مكتب رئيس المعتقل وبيطلب منه التحقيقات بتاعت محمد لكنه بيرفض لان المعلومات دي سرية وما يقدرش يدهاله فبيسيب استيورد المكتب وبيمشي وبيرجع مرة تانية لنيويورك وتاني يوم في الشغل بيلاقي ان المساعد بتاعه ممنوع يدخل المبنى مرة تانية لان هو حاول يبعت للانتربول يطلب منهم يساعدوا استيورد يوصل للتحقيقات وما بيكونش عارف مين اللي عمل كده فبيروح لنيل وبيعرف منه انهم بيحاولوا يلفاءوا القضية دي لاي حد وده بقرار رئاسي عشان ينتعموا للناس اللي ماتت في احداث ستمبر ومن بينهم صديقه تايلور فبيضيق استيورد من اللي بيقوله نيل لانه هو مقتنع ان الكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه والتاني يوم بيروح نيل لمكتب استيورد وبيقول انه هيساعده يشوف التحقيقات وبيعرف التحقيقات كل التعذيب اللي اتعرض ليه محمد في المعتقل فبيتعاطف استيورد معاه وبيحس انه بريء خصوصا لما بيعرف ان محمد اتعرض للتعذيب والحرمان من النوم لمدة سبعين يوم متصلة عشان يخلوه يمضي على كل الجرائم اللي الشرطة هتقوله عليها ويعترف كمان انه هو كان بيساعد باللادن وكان بيمولي الارهاب وبيقرر انه هو مش هيترفع في القضية دي ضد محمد عشان هو مش عايز يشارك الحكومة في اعدام محمد وبيروح بعد كده لمديره في الشغل وبيقوله علي اللي حصل وبيقرر انه هو هيرفض القضية دي لانه مش هيشارك في اعدام محمد وهو عارف انه بريء فبيقوله مديره انه هو بكده خان الحكومة وبيترضه من الشغل وتاني يوم بيلم استيورد متعلقات وبيمشي من الشغل وفي الوقت ده بتكون نانسي شغالة على القضية وبتفضل تدور على اي قدلة تبرق بها محمد من القضية فبتروح لمكتب التحقيقات وبتطلب ان هي تشوف التحقيقات اللي حصلت في المعتقل واول ما بتفتح الملفات اللي فيها التحقيقات بتلاقيها كلها مشفرة وده لان هي سريع جدا فبترفع قضية على الحكومة عشان تجبرهم يدوها التحقيقات فبيحكم القضية على الحكومة انهم يعرضوا عليها التحقيقات وبيكون عد على محمد في المعتقل في الوقت ده سبع سنين من غير ما يشوف اهله فبترجع نانسي مرة تانية على مكتب التحقيقات وبتشوف التحقيقات اللي حصلت مع محمد وبتلاقي ان محمد اعترف في كل الجرائم اللي قالت عليها الحكومة وقال في التحقيقات ان هو ساعد القاعدة في أحداث سبتمبر وكان بيمقولهم بالفلوس فبتدقي تيري من اعترافات محمد لأنها كانت وثقة ان هو بريء فبتقول لها نانسي ان هو مش اول مجري ما يجدب على المحام بتاعه ولما بتلاقي تيري متوترة بتقول لها نانسي ان هي ممكن تمشي ومش شرط تشارك معها في القضية دي فبتمشي تيري وبتكمل نانسي لوحدها في القضية وبتكمل نانسي قرية التحقيقات وبتلاقي فيها كل الحاجات اللي حصلت لمحمد وبيوصلها على طرفات من محمد في الورق اللي كان بيكتبوا ليها وبيحكي لها عن معاناته في المعتقل وبيقولها انهم فضلوا يعذبوه لمدة سبعين يوم وما كانش بينام طول السبعين يوم دول وكانوا بيهموه بالغرق عشان يكبروه ويعترف على نفسه ومرسوا معاه كل انواع التعذيب لدرجة انهم هددوه ويعتقلوا امه عشان يضغطوا عليه ويعترف وطبعا عشان يحافظ محمد على حياة اسرته وقرر ان هو يعترف ويمضى على اللي هم عايزينه برغم ان هو بريء ومشاركش بأحداث سبتمبر لكنه مضطر يقول كده مع كم التعذيب اللي تعرض ليه فبتتأثر هنا ننسي بكلام محمد وبتتعاطف مع ننسي لان اي حد هيتعرض لنفس التعذيب ده هيعترف في كل حاجة فبتروح له المعتقل وبتقوله ان هي هتساعده وهتجيب له البراءة لانها واسقة ان هو مش مزنب زي ما بتقول الحكومة وبتعرض علي ان هي تنشر قصته في كتاب عشان تكسب تعاطف الرأي العام وده هيشكل ضغط كبير على الحكومة وهيخلي محمد في موقف اقوى وممكن ياخد براءة فبيوافق محمد وبيقولها ان هو هيكتب الكتاب ده وتاني يوم بتكون ننسي في مكتبها بترجع الملفات وفي الاسناء دي بتزورها تيري وبتقولها ان محمد قدر ينجح في اختبار جهاز كشف الكسب مرتين فبتقولها ننسي ان ده مش دليل قدام القاضي فبتقولها تيري انهم قدروا يوصلوا لزوجة احمد اللي كان في المعتقل وقالت لهم ان احمد مات في المعتقل وهي ما تعرفش عنه حاجة وعيشها دلوقتي ارمالها بتربي الاطفال وبكده بتصدق ننسي كلام محمد عن احمد اللي كان معتقل معاه وبتطلب منها ترجع تشتغل معها تاني على القضية فبتوفق تيري وبعد مرور كمي يوم بتروح ننسي تقابل ستيورد وبيقولها ان هو استقال ومش هترفع في القضية ضدها وبيقولها على معلومات ممكن تفيدها موجودة في التحقيقات اللي معاها فبتشكور ننسي وبتسيبه وبتمشي عشان تجهز للمحاكمة وبيجي يوم محاكمة محمد وبيطلب القاضي اقواله عن طريق الفيديو وهو في السجن فبيحكي محمد عن الظلم والتعذيب اللي تعرض له اسناء اتقاله وبيقول ان هو كان شخص بيبحث عن السلام ومجربش يقز اي حد قبل كده وبيخلص محمد اقواله وبينجح ان هو يستعطف القاضي وبيتم الحكم عليه بالبراءة وبيرجع الاهله مرة ثانية بعد غياب 12 سنة عنهم وما بيقدرش للأسف يشوف امه لان هي ماتت قبل المحاكمة وبيتنشر كتاب محمد وبيترجم لاكتر من لغة وبتتنشر قصته في العالم كله وبيخلص الفيلم ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات وتقدر كمان تقترح علينا افلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو وما تنساش تعمل فوله لصفحة عبد العاطف عشان تتابع الملخصات الكوميديا ويلا سلام